بسم الله الرحمن الرحيم والله يضاعف لمن يشاء والله ماسع العليم الذين ينفقون أمالهم في سبيل الله ثم لا يقدرون ما أنفقه ممنهم ولا أذنهم أجرهم عند ربهم ولا خوفهم عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغففت خير من صدقة صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثده كمثد صفوان عليه طراب فأصصه وابن فتركه صدقة لا يقدرون على شيء مما كسروا والله لا يهدن قوم الكافرين ومثل من الذين ينفقون أعوالهم متغراء رضاة جدار وتتبيتهم من أنفسهم كمثل جنة بربوات عصصا وابن فآتت أكلها بعفين فإن لم يصف فصابل فطل والله بما تعملون بصير أرد أحدكم أن تقول له جنة من النخير من النخير وأعاب تجري من تحت الأنهار لو فيها من كل الزمار وأصصهم كبار لهم ضرية من ضعفات فأصصهم إعصصا فيه نارا فيه نارا فإحطا كذلك تبقين الله لكم الآيات لأنكم تتففكرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر